الوضع الإنساني في العراق تردى لدرجات غير مسبوقة حتى وصل لدرجة أن 5 ملايين شخص بحاجة ماسة إلى مياه صالحة للشرب ليس للتعليم أو الطبابة فقط بل لمياه الشرب منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة كشفت حديثاً النقاب عن أن 9 ملايين شخص في العراق بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة تتلخص بمياه الشرب والجانب الصحي والتعليمي فضلاً عن أزمة إيواء اللاجئين وعلى الرغم من عودة مليوني شخص إلى منازلهم التي هجروا منها إلا أن 3 ملايين آخرين ما زالوا نازحين بما فيهم نحو مليون ونصف المليون طفل يعيشون وضعاً إنسانياً صعباً نصفهم في سن المدرسة ونحو نصف هذا العدد خارج مقاعد الدراسة بسبب عدم توفر إمكانية التحاقهم بشكل منتظم هذا فضلاً عن الحاجة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال تقرير اليونسيف أشار إلى الحاجة لأكثر من 150 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتجاجات الإنسانية للأطفال في العراق للا العام الجاري لكنه في حال لم يتوفر التمويل الكافي في الوقت المناسب لن تتمكن المنظمة من توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية للنازحين داخلياً والسكان العائدين الذين يواجهون انتشار الكوليرا إضافة إلى الخدمات الصحية التي تضمن تحصين الأطفال ضد أمراض الطفولة في مدينة الموصل على سبيل المثال للحصر كشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي في تقرير لها عن حاجة 750 ألف طفل فيها والمناطق المحيطة بها للحصول على الخدمات الصحية الأساسية وهو وضع شبيه بالمحافظات والمدن المحيطة بالموصل حيث أن نسباً قليلة من المرافق الصحية هناك تعمل بكامل طاقاتها وتستنزف طاقاتها إلى أقصى الحدود بعدما تعرض عدد كثير من المرافق الصحية هناك للتدمير منذ تصاعد العنف عام 2014 ما أدى إلى حدوث انقطاع حاد وواسع في إيصال الخدمات الصحية الأساسية للأطفال والأسر ينامي ختمت تقريرها بأن وضع نظام الرعاية الصحية الراهن في العراق مروع وأنه من السهولة أن تتفاقم الحالات التي يمكن الوقاية منها ومعالجتها لتتصاعد بسرعة وتصبح مسألة حياة أو موت موسيقى